كلما زادت وطيرة الضغط على مقاتلي داعش في ديريزور كلما أخذت المواجهات منحا أكثر دموية وشراسة فنكسات العراق المتوالية وهزائم الرقة المدوية لم تترك لداعش هامشة مناورة أو فرصة لالتقاط الأنفاس ما جعله يدخل في مغامرة انتحارية ويرمي بكل ثقله في المعارك إلا أن ما أصبح يثير الاهتمام هو مواقف الأطراف الأخرى التي تحارب داعش فهل ستكون قادرة على تأمين مناطق خفض التصعيد دون أن تتصادم وهل ستمهد نهاية التنظيم الإرهابي هل ستمهد هذه النهاية لحرب مواقع ومناطق نفوذ بين كل هذه الأطراف حصيلة ثقيلة تتكبدها قوات نظام السوري والميليشيات الموالية لها في دير الزور عشرة القتلى سقطوا في سلسلة هجمات معاكسة لتنظيم داعش واستهدف من خلالها مناطق تسيطر عليها قوات النظام في بادية دير الزور حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان الهجمات استهدفت حواجز أمنية ومقار عسكرير قوات النظام بدءا من منطقة الشولة في بادية دير الزور الغربية وصولا إلى جنوب وشرق مدينة السخنة وإلى جبل طنطور المطل على المدينة وتمكن مسلح التنظيم من قطع طريق دير الزور دمشق بعد سيطرتهم على المنطقة الممتدة من بلدة الشولة وصولا إلى السخنة الهجمات المرتدة لداعش تأتي بعد تقدم كبير لقوات النظام السوري مدعومة بقوات الروسية من جهة ولقوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي من جهة أخرى من السيطرة على عدة مناطق محيطة بدير الزور تقدم المتنافسين على دير الزور أدى إلى محاصرة داعش في مدينة دير الزور بشكل كامل لكن تنظيم داعش يحاول من خلال شن هجمات معاكسة فك الحسارة وإلحاق أكبر الخسائر بالقوات المهاجمة بالإضافة إلى استعادة السيطرة على المناطق التي فقدها في المنطقة كما يحاول داعش تجنب سيناريو الرقة وتفويت فرصة حصار مسلحيه داخل مدينة دير الزور وأيضا تأمين خطوط الإمداد والانسحاب المزيد عن طبيعة المشهد العسكري على الأرض في هذه القراءة الآن على خريطة التطورات مع سامي قاسم دير الزور مشتعلة يوسف حقيقة هناك أكثر من جهة في تصارع صراع حول دير الزور لأسباب استراتيجية ويبدو أن داعش يعود مرة أخرى للسيطرة على مناطق كان قد فقدها حقيقة كما نشاهد هنا في الصورة مشاهدين هذه هي دير الزور كما نشاهد هنا باللون الأصفر قوات سوريا الديمقراطية التي تدخل من شرق الفرات أيضا هنا باللون الأحمر قوات النظام السوري وباللون الأسود هنا تنظيم داعش التطور الذي حصل اليوم هو سيطرة تنظيم داعش على طريق يربط بين دير الزور ودمشق حقيقة حصل ذلك بعد أن شن تنظيم داعش هجمات سلسلة هجمات منظمة قادها على طول الطريق السريع هنا بين الشولة وكباجب إلى جنوب السخنة بعمق البادية قام بعدة تفجيرات على مفرزات لقوات النظام السوري وافتك هذه القرى من النظام السوري وقد خلف هذا الهجوم عشرات القتلى من جنود النظام السوري والميليشيات التابعة له لكن وكالة الأنباء السورية قالت أن الطيران الحربي السوري تعامل مع هذا الهجوم لداعش وبالتالي هي تعمل حاليا على تطهير هذا الطريق وتأمين حركة المرور فيه من خلال الزج بعدد من الجنود في هذه النقطة تحديدا في هذه النقاط من عمق البادية نذكر المشاهدين فقط أن دير الزور تشهد حملتين عسكريتين واحدة يشنها النظام السوري الجيش السوري بدعم من روسيا بحيث تمكن من دخول دير الزور من ثلاثة محاور رئيسية نتحدث عن المحور الأول دخل من جنوب الرقة وفي المحور الثاني دخل من البادية السورية جنوبا من محور مدينة الصخنة باتجاه دير الزور وأيضا المحور الثالث في المنطقة الحدودية مع العراق لأن النظام السوري يبدو أن له تواجد هنا في الجهة الغربية أما الحملة الثانية فتشنها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية تجن حملتها تحديدا من الضفة الشرقية لنهر الفرات بعد مرور السابيع على الحملتين يبدو أن داعش يسيطر على 25% من مساحة دير الزور كما نشاهد هنا باللون الأسود كما ذكر اليوم المرصد السوري لحقوق الإنسان وهو يتموضع تحديدا في هذا القسم الجنوبي للمحافظة وذلك في الصحراء السورية في هذه المساحة الجغرافية يبدو أن تنظيم يتربع على كنز مهم وهو النفط يستولي حتى الآن على 80% من الموارد النفطية في دير الزور والحقول الغازية التي يسيطر عليها تقع كلها بالقرب من نهر الفرات كما نشاهد هنا نتحدث هنا عن حقول العمر الجفرة وكذلك التنك كما يبدو واضحا فإن الأطراف التي تحارب داعش تتسابق من أجل اقتصام كعكة ثروات نفطية استطعت قوات سوريا الديمقراطية الحصول على هذا الحقل النفطي وهو كونيكو فيما قوات النظام السوري سيطرت على التيم وهي تسعى للسيطرة على حقل العمر وهو حقل مهم حقيقة في منطقة دير الزور هناك أكثر من طرف صراع حول هذه الحقول النفطية لكن اليوم المفاجأ أن داعش يعود بقوة ويفتك هذا الجزء من الطريقة الرئيسي الذي يربط بين الشولة والصخنة وبالتالي نتحدث عن محاولات للتنظيم لخلق نوع من الإرباك لدى النظام السوري نعم وحتى إعلاميا لما يتوقع أحد أن معركة دير الزور تشهد كل هذا التشابق وكل هذا مقارنة بالرقل وكل كان ربما يركز عن الرقل لكن يبدو أن دير الزور باتت الآن أكثر استراتيجية دعنا نشرك معنا ضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد إحمادي أهلا وسهلا بك إلى سكاي نيوز عربية وغرفة الأخبار بداية هل انتهز داعش فرصة بعض السباق؟ هذا السباق الذي أشار إليه سامي هنا بين طرفين في القتال أم أنه كان فيه تراخي ربما من جانب النظام السوري والميليشيات المشاركة معه بعد إعلان أكثر من مرة حالة أن النصر واستعادة السيطرة على معظم وبالتالي استطاع أن يخترق وأن يحدث هذا الهجوم المضاد المعاكس ما رأيك؟ أنا أعتقد أن داعش ليس في مكان لكي يستثمر في بعض الفراغات التي تترك داعش اليوم يعبر عن حوار ساخن ما بين الولايات المتحدة وتحالفاتها وروسيا وتحالفاتها هناك خلاف على الوضع النهائي في دير الزور هذا الخلاف يترجم على الأرض بهذه الهجمات يعني ليس من قبيل الصدفة وليس من قبيل القبول البسيط بالمعطيات التي تظهر أن يستعيد داعش فجأة هذه الحيوية ويقوم بهجمات معاكسة في عدة أماكن ويتمكن من تحقيق انتصارات ولو كانت محدودة على نقاط لجيش السوري النجاح بهذا النوع من الهجمات يتطلب تصويرا جويا ويتطلب استطلاع ويتطلب تأمين هذه الوحدات التابعة لداعش بالأسلحة والذخائر حيثما هي موجودة لشان هذه الهجمات المحدودة أنا أعتقد أن الخلاف ظهر حين تفضل هل نفهم بهذا الكلام الذي تتكلمه هناك تواطئ ما مع داعش لإحداث إرباك داخل النظام السوري هل يمكن أن نفهم الصورة بهذا الشكل؟ تواطئ من جانب الأمريكي من جانب الأمريكي أنا أعتقد أنه حيث تتعثر هذه المفاوضات يتم إعادة إحياء بعض المجموعات من داعش وتسليحها وإطلاقها طبعا النظام سبق أن استعمل عدة مرات داعش في الصحراء وفي البادية وفي تدمر اليوم كذلك يتم استعمال داعش من قبل الجانب الأمريكي داعش هي طبعا شركة قابضة أو لنقول أن داعش هي معسكر تم إنتاجه من كل الفريقين والآن يتم توظيفه في هذه المرحلة لا تتجابه الولايات المتحدة مع روسيا مباشرة وحيث لا يمكن أن تتجابه قوات سوريا الديمقراطية مع قوات النظام يتم هذه المجابة تحت هذا العنوان كلنا نذكر الضربة التي سددها داعش للجيش الروسي عندما تم قتل العميد كبير المستشارين الروس وقد اتهمت روسيا مباشرة الولايات المتحدة بتسريب معلومات لها كذلك كان هناك هجوم من القاذفات الاستراتيجية الروسية على كل من داير الزور وإدلب وقد تمكنت بالتحقيق عدة إصابات في جب في مقرات جبه سيد خالد اسمح لي هنا أن أدخل في كلامك هذا الحوار هل هو خلاف فعلا صراع على نفوذ لأنه أحيانا نشاهد أنه يبدو أنه فيه تقاسم واضح يعني فيه قرى لا تقترب منها قوات قصد تتركها للنظام أيضا النظام يدخل مناطق يعني يبدو فيه خريطة مرسومة لكن هل تقصد بأنه فيه محاولات كل طرف إحداث خسائر أكبر في الطرف الثاني يعني زيادة صعوبة المهمة عليه أم أنه لا فيه خرائط ترسم بالدم على الأرض يعني عندما يكون هناك تقاسم هناك يعني الخطوط عندما ترسم في الاتفاقات العسكرية يعني ربما يجب أن نسمح بأن يحاول كل طرف أثناء التفاوض أو أثناء رسم هذه الخطوط أن يترك بعض الثغرات التي يمكن أن تحسب له ولا تحسب عليه وكذلك بالنسبة للفريق الآخر هناك نوع من تثبيت انتماء أو تثبيت هوية لبعض الأماكن هناك طبعا نوع من الطمع بالاستئثار ببعض المواقع الهامة في دير الزور أنا أعتقد أنه شرق وغرب النهر هناك ترسيم واضح هناك محاولة لتحسين هذه الشروط حاولها الجيش السوري عندما حاول عبور النهر كان هناك رد فعل من قبل قوات سوريا الديمقراطية وأعتقد أنه في الأماكن التي مثلا مثل الطريق ما بين السخنة ودير الزور لا مجال لقوات سوريا الديمقراطية أن تسدد ضربات للجيش السوري لأن هذه المقعة هي لاست مقعة عملها فيتم إعطاء هذه المهمة لقوات داعش لتسديدها مع تقديم لها ما أمكن من الدعم الاستطلاعي وهنا نتحدث الجانب الأمريكي كما ذكرت لو سلمنا بما تقول حضرة العميد خالد إذا ما سلمنا بأن الجانب الأمريكي يستخدم ورقة داعش لتحسين وضعه وشروطه على الأرض قوات داعش هل لديها تلك الإمكانيات من حيث ربما العنصر البشري بما يقوى على مجابهة قوات النظام برأيك؟ هي عبارة عن تبادل أدوار أحيانا نفس المقاتلين قد يكونون في هذا المعسكر ثم ينتقلون إلى داعش والعكس صحيح نشرت اليوم عدة تقارير عن مصادر روسية تتهم بأن لديها صور جوية تثبت أن قوات داعش وقوات سوريا الديمقراطية وبعض القوات الأمريكية يتواجدون في أماكن مشتركة سويا كما رصدت هذه الصور الجوية مجموعة من الشاحنات قدر عددها بمئتين شاحنة انتقلت من الحسكة إلى دير الزور إذن نفس الأدوار التي لعبتها داعش مع النظام اليوم تلعبها أو يتم تلعبها هذه الأدوار من قبل الجانب الأمريكي أنا أعتقد أن هناك نوع من تدقيق ترسيم مناطق النفوذ على الأرض والكل يحاول استعمال لقاة قوته لمحاولة تحسين بعض أوضاعه وفي هذا الإطار يمكن قراءة التصريح اليوم الذي أدى به الرئيس الروسي لدى لقائه بالرئيس أردوغان عندما قال أن هناك تطوير لعمليات لمناطق خفض التوتر وسيتم طبعا إعطاء هذه المهمة للقوات التركية في إدلب وإلى آخره إذن هناك محاولة توزيع أدوار أنا أعتقد أن الأمريكي لا يختلف مع الروسي إلا فيما يختص بالمعابر التي تدخل من العراق إلى سوريا الأمريكي غير مهتم بمن سيمسك الأرض في الداخل السوري هو يهتم بمن سيمسك المعابر من العراق إلى سوريا وعلى هذا الأساس يجب أن نراقب ما يرجع في دير الزور بالتوازي مع ما يرجع في الداخل العراقي وكيف سيتم حلال الأيام المقبلة أعتقد كثيرون ربطوا كما ذكرت أنت قبل قليل سيد العميد بين مصير دير الزور وإدلب ومناطق خفض التصعيد هنا تعتقد أن التقارب الروسي التركي بهذا السبب يعني روسيا تحاول فعلا الرد على أمريكا في إدلب من ناحية تعاون أكبر مع تركيا هناك أنا لا أعتقد أن هذا يشكل رد ذو وزن بالنسبة للجانب الأمريكي الجانب الأمريكي مهتم بأطاء منطقة دفوذ لحلفائه الأكراد وكذلك إذا تعثر القتال على طرفي الحدود السورية العراقية يعني يمكن أن يعطى للأكراد دور كذلك إضافي في الحسكة لمسك الطرق التي تدخل من الجهة العراقية إلى الداخل السوري عبر الحسكة أعتقد يعني كل التحالفات الأمريكية مع الحلفائها في الداخل السوري تركز فقط على مسك هذه الحدود ومنع هذه المعابر من أن تكون ممرات لقوات إيرانية هذا ما تريده الولايات المتحدة بخلاف ذلك طبعا مع تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية التي تشكل الحليف الرئيسي لها وبما يتناسب كذلك يعني مع ما يجري في الداخل العراقي في إقليم كردستان العراق يعني أنا أعتقد أنه على طرفي الحدود الأمريكيون يحافظون على تحالفاتهم وهم غير معنيون بما يجري في الداخل السوري من تقاصم للنفوذ شكرا جزيلا لضيفنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي خالد حمادة فعلا دير الزور وعنا بعد ذلك ربما الميادين يعني المنطقة تمتد بوكمان وبالتالي كنا نشاهد وهذا غريب فعلا لأنه كل ما يحاصر داعش في منطقة كنا نشاهد أن يترك له مكان لكي يهرب يتسهل العملية الآن لديك قوتين في دير الزور ومختلفتين يعني من روسيا من طرف وأمريكا من طرف ولديهم ومع ذلك داعش يلتف ومصر أن لا يهرب من المدينة يعني هذه كمان نقطة مهمة يعني واضح كما قال ضيفنا بأنه داعش هو ورقة بيد الاثنين كلما شاء طرف أن يحركها فيحركها واضح أنه داعش بشكل أو بآخر مدعوم لأنه جويا لا يمكن أن ترصد بعض المواقع بتلك الدقة لقوات النظام يبدو أنه داعش سينتهي عسكريا قبل أن نفهم كينونته صحيح شكرا جزيلا لك سياري شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا لك